من أدواء الشهرة والمال إلى خلف الأدواء والنسيان للشهرة بريق تلتفت إليه الأعين من كل صوب واتجاه ولكن وعند انحسار تلك الأدواء يسبه الشخص وحيدا يصارع أمجاد الماضي بخيبة أمل الحاضر تلك هي حياة معظم الفنانين قديما وحديثا أيضا وفي حلقة اليوم نعرض عليكم حياة أشهر فنانين أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن ولكن حياة فنانين من نوع آخر فقد ابتزج اسمهم بالسياسة إلى جانب الفن إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو شفيقة القبطية لم تحزى فنانة بشهرة طاغية في تلك الفترة كمثل التي حظت بها شفيقة القبطية فمنذ ظهورها عام 1890 وحتى مرور عشرة أعوام فقط كانت قد وصلت لشهرة عالمية في ربوع المحروسة وكذلك المنطقة العربية فكانت صديقة البشوات وأصحاب النفوذ برعت في إغوائهم حتى تستطيع أن تطلب خدماتهم وأموالهم حتى أصبح لديها ثروة هائلة وعدت قصور بل وأصبحت أول راقصة تحصل على عربة خيل وهو كان غير مألوف في تلك الفترة وظلت على هذا النحو حتى بدأت الأضواء تنحسر عنها شيئا فشيئا فمع مرور الزمن وتقدم العمر بها انصرف جميع من كان حولها بحثا عن نجمة جديدة يعنعت الجمال وصغيرة في السن فخسرت جميع أموالها وتركت القصور وعاشت بحي شبرة فقيرة تفترش الأرض حتى توفيت في عام 1975 بدي عام صبني صانيات النجوم ومكتشفت المواهب في فترة ليست بالقليلة الراقصة الآتية من لبنان وهي في سن الخامسة عشر حتى أسست كازينو بدي عام صبني وهي في سن الأربعين وكان الكازينو يضم العديد من الوجوه الشابة والتي أصبحوا بعد ذلك نجوم الفن أمثال فريد الأطراش سامية جمال إسماعيل ياسين وأيضا تحية كاريوكا كانت بدي عام صبني أيضا قريبة من البلاط الملكي ورجال السياسة وأصحاب النفوذ وظلت كذلك حتى بدأت نجوميتها في الانحسار وتراكمت عليها الديون المالية من الدرائب فقررت الهرب إلى لبنان لعدم استطاعتها دفع تلك الأموال وقامت بفتح مطعم في مسقط رأسها وظلت بعيدة عن الأطواء وجرفتها أوراق النسيان حتى توفيت عام 1971 منيرة المهدية تلك الفنانة التي حظت بنجومية كبيرة بين أبناء جيلها في تلك الفترة فكانت أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح رغم معارضة الملتزمين لتلك الخطوة التي اتخذتها فكانت المرأة المصرية لا تظهر بدون حجاب وحين يسمح بدخول المرأة المسرح كان من خلال باب آخر غير الباب الرئيسي تمتعت منيرة المهدية بعدة ألقاب منها مطربة الأسبكية الأولى أو سيدة المسرح الأولى ولكن أشهرهم هو سلطانة الترب ومع تألق نجومية مونيرة المهدية أصبحت مطربة ذات نفوذ وسلطة فتقرب منها الكثير والكثير من رجال السياسة وافتتحت السيدة مونيرة المهدية كازينو أطلقت عليه درة النفوس وكان ملتقى لرجال السياسة والمال والصحافة وأيضا الفن ومع ظهور نجوم آخرين أمثال أم كلثوم وأسمهان انحسرت الأضواء شيئا فشيئا فأصبحت وحيدة بين جدران منزلها الذي كان دائما وأبدا ممتلئ بأشخاص من مختلف الأطياف حتى توفية عام 1965 ولم يحضر جنازتها سوى خمس أشخاص هم حفيدها وثلاثة من أصدقائها وموظف من نقابة الفناني حكمة فهمي تلك الراقصة التي ارتبط اسمها أكثر بحياة الجاسوسية والمخابرات أكثر من الفن فهي لم تحظى بشهرة كبيرة وهي راقصة لكنها اشتهرت بأنها جاسوسة الألمان في الحرب العالمية الثانية فعندما كانت ترقص في حفلة بن نمسا شاهدها رئيس المخابرات الألمانية وأعجب بها وطلب منها أن تحيي حفل أمام هتلر ولم تبدي حكمة فهمي أي اعتراض بذلك وبالفعل رقصت أمام أدولف هتلر ليتم تجنيدها بعد ذلك لصالح الألمان ضد الإنجليز وساعدها على ذلك أنوثتها التاغية وأيضا علاقتها الواسعة بالدباط الإنجليز وظلت تعمل صالح الألمان حتى تم اكتشاف أمرها عن القبض على ضابط ألماني والمكلف بتشغيلها لتنتهي بعد ذلك أسطورة حكمة فهمي في حياة الرقص والجاسوسية فأصبحت فقيرة دون مأوى أو عائد تستطيع أن تعول نفسها منه فاضطرت إلى الاحتماء بالكنيسة وخدمت فيها لسنوات عديدة دون أن يعلم أحد حقيقتها حتى توفت عام 1974 وهنا نصل لختام حلقة اليوم من هي الفنانة التي لم تكن تعرفون عنها الكثير من بين هؤلاء؟ شاركونا تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير